وعلى خلفية زيارة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي للصين هتلاقي انه طول الوقت فيه اتفاقات وفيه اتفاقيات وفيه معاهدات وفيه امور كبرى دائما ما تحدث اينما ذهب الرئيس يرجع دايما بهدية للمصريين فيعقد او عقد النهاردة رئيس عبدالفتاح السيسي في قاعة الشعب الكبرى بمدينة بكين مباحثات القمة مع الرئيس الصيني شي جيم بينج او زي جيم بينج كما ينطقها الصينيين من جانبه رحب الرئيس الصيني بزيارة فخامة الرئيس السيسي الى بكين واللي من شأنها انها تساهم في تعزيز علاقات ثنائية شديدة التمايز ما بين البلدين خصوصا فيما يتعلق بالتعاون التنموي المشترك وبيأكد ان الصين بتدي لعلاقتها مع مصر اهمية خاصة ليه يا ترى؟ علشان محورية الدور المصري في محطها الاقليمي على مستوى الشرق الاوسط وافريقيا وشرق المتوسط خط تحت كلمة شرق المتوسط كل الخطوط اللي يقدر يجيبها القلم او الماركر بتاعك وممكن نقعد نحكي كده في جانب كبير جدا من حلقتنا على اهمية شرق المتوسط ايه؟ في دعم الخطوات بتاعة مصر امام العالم خد بالك التجربة الصينية او تجربة تطوير واعادة هيكلة الاقتصاد الصيني بدأت سنة 79 وبدأت تؤتي بثمار في مطلع التسعينيات وبدأت التجربة الصينية تبقى واضحة ومثار لاعجاب احيانا او لجدل احيانا اخرى في بداية الالفنات تجربة؟ طيب جا التجربة تانية عشان كده انا بقولك قعد شوف هو الصين بتبصلك ازاي الصين عمل التجربة موجودة هناك في اقصى قارة اسيا او في الحدود القصوى لقارة اسيا محاطة بالنمور الاسيائية زي ما حضرتك عارف عندها الاتحاد السوفيتي القديم ثم روسيا الاتحادية فيما بعد ذلك عندها عملاق اقتصادي اخر اسمه الهند الى اخره وبعدين من الناحة التانية عندها الوات المتحدة الامريكية اكبر واقوى اقتصاد موجود في العالم فتيج الصين تتحرك وحدة وحدة لحد ما تكبر تبقى تاني اكبر اقتصاد على مستوى العالم ومرشح انه يبقى الاقتصاد الرئيسي على مستوى العالم خلال السنين القادمة تقريبا 20-30 في بعض الاحوال والناس بتقول لا ابتت هي سنتين ثلاثة وهتشوف الاقتصاد الصيني يسبق الاقتصاد الامريكي في الترتيب دي قصة تانية لكن هو بيبصلك ازاي ان انت صاحب تجربة اقتصادية وسياسية وفكرية مختلفة عن اللي بيحصل في المنطقة بل واعدت ترتيب الاوراق في المنطقة بالكامل ايه عم يوسف احنا افور مصر اعادة ترتيب الاوراق في المنطقة بالكامل ايه حبيبي والله العظيم هو اللي حصل في شرق المتوصل ده ما كانش اعادة ترتيب الاوراق في المنطقة بالكامل طيب واستعادت إفريقيا لمصر واستعادت مصر لإفريقيا أليس هذا إعادة لترتيب الأوراق من أول وجديد؟ طيب واللي حصل مع تنظيم الإخوان ألم يعقوا يعيد ترتيب الأوراق في المنطقة العربية بالكامل؟ يعني لو للي قامت بيه مصر ما كناش شفنا ليبيا كده كناش شفنا سوريا هديت وكان بعد الشر لأن نتمنى ذلك على الإطلاق بكانش الخليج هيفضل مستمر في استقراره الاقتصادي والسياسي والأمني إلخ 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 وبالتالي اللي حصل في مصر أعد الترتيب بالكامل ده مش بس كده هو خلى إنه رؤساء العالم أو زعماءه على سبيل المثال فيما يتعلق بالملف الفلسطيني الصراع العربي صهوني في المنطقة ألم يؤدي ذلك إلى المكالمات من دول أخرى أو عواصم صنع قرار لمستوى العالم بيكلموا الرئيس المصري علشان مش بس بيبدوا إعجابهم بالأسلوب اللي تم إدارة به هذا الملف بل وإنه التأكيد على إنه مصر هي صاحبة هذا الملف أو المؤثر الرئيسي فيه دي اسمه إعادة الترتيب بالمناسبة اللي حصل في فلسطين ما كانش هيجرى من غير شرق المتوسط ده بالمناسبة يعني وحواديد كتير متعلقة بإزاي أنت من دولة مستوردة للطاقة أصبحت مصدر للطاقة أصبحت بعد كده مؤهل لتصدير الطاقة لوسط وشرق أوروبا حدوتة كبيرة أنا هنا بقولك كل الكلام ده ليه؟ على خلفية إزاي الصين بتبص على مصر في هذا الاجتماع فخامة رئيس السيسي أكد على إيه؟ على حرص مصر للبناء على قوة الدفع الناتجة عن اللقاءات المنتظمة واللي بتعقد ما بين كبار المسؤولين في مصر والصين ليه؟ الكل يسعى للوصول بالتعاون الثمائي إلى آفاق أكثر رحابة من التنسيق والتعاون المشترك في العديد من المجالات خصوصا التنموية والاقتصادية والتجارية وجذب المزيد من الاستثمارات الصينية استغلالا لفرص استثمارية واعدة هي متوفرة حاليا في مصر وفي مختلف القطاعات إن أردت أن تصف مصر اقتصاديا بالنسبة لإفريقيا أقولك هي قاطرة الاقتصاد الإفريقي نبقى نحكيها في يوم من الأيام؟ لا ده احنا ممكن نحكيها الأسبوع ده أو الأسبوع اللي جاي بالكتير ترجمة نانسي قنقر